اشتركوا في القناة اقسم بالله العظيم انا شخصيا مش مصدق اللي نشرته الصحافة التركية ده بيقولك ان نائب وزير الثقافة والسياحة التركي سردام جام فتح النارة على جماعة الاخوان المسلمين ووجه انتقادات للجماعة الارهابية وقال ان هي فقدت مكانتها بسبب الانقسامات الداخلية واختراق الجماعات الارهابية لصفوفها خاصة داعش ده هو اللي بيقول الا انا قلته ده جدعان هو ده فعلا كان بلايب وزير في الادارة التركية والله لو تحلفلي علمية اجمل ان التصريح ده حقيقي وطالع من اللي سمه سؤول حكومي تركي رسمي رفيعة ما كنتش حسد ده لقول اني قريت التقارير الاخبارية اللي بتحلل التصريحات دي وايه شبكات عربية رائدة صحفية زي شبكة سكاي نيوز عربية مثلا وغيرها كمان طيب هو عم سردار جام ده قال كده ليه اصلا اللي عرفوا ان الاتراك بيعشقوا الاخوان عشق وهم الاتنين رحين في سكيبة كده على رأيي عمنا سيد درويش او هو ده يمكن اللي بيرواجرنا اعلام الاخوان في الحقيقة سردار قال كده تعليقا على لقاء المصفحة ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي واردوغان على هامش حفل افتتاح كاس العالم اللي كان في قطرة ودي اللي طلع تبارتها الصحافة العالمية خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات ما بين البلدين ومش بس كده لا ده سردار بيضحي النهاردة يعني مش كفاية تصريحاته الصحفية لا لا خالص الرجل بيعمل معانا احلى وجه فرجل كتب على حسابه على تويتر ما يلي ان جماعة الاخوان باتت ترتبط في اذهان جزء كبير من المصريين بالقنابل المتفجرة وقتل الابرياء وهو ما تسبب في كراهيتهم لها الله عليك عم سردار يا جامد هو ده الكلام يعني الاخوان طلعوا ارهابيين فعلا واحنا ما كناش بنفتري عليهم ولا حاجة صح؟ ايوة كده اقول الحق ودي جامد عشان جامد ما خدش طبعا بعد تصريحاته دي اتوجهت له اسئلة كتير من الصحافة ومن الناس على تويتر وغدا على التساؤلات دي اللي اغلبها كان عن اسباب لقاء الرئيس السيسيو اردوران فرجل ردد وقال هناك اسباب عديدة لتحسين العلاقات مع القاهرة مثل الحرب والسلام في الشرق الاوسط والعلاقة بين فلسطين واسرائيل والقرب التاريخي بيننا وبين الشعب المصري وفي حقيقة ان العلاقات الاقتصادية والتجارية لا تزال مستمرة ومنها مجال تصنيع النسيج حيث ان افضل قطن في العالم موجود في مصر وعلى اي حال لا يمكن تحديد السياسة مع الدول عاطفية ولكن يمكن لقرب تركيا من مصر ان يسهم بشكل اكبر في احلال السلام والهدوء في المنطقة يا جدعان والله العظيم ما نمسدق ان في مسؤول حكومي تركي طلع وقال الكلام ده فعلا دي فضيحة مدوية للاخوان ولكل كلام حسن البندا يخربت الضحك يعني كل الصياح والنباح اللي بتعملوه في تركيا ده بقالكم 9 سنين كاملة ما جابش نتيجة والاتراك زهقوا منكم لدرجة انهم قرروا يفضحوكم علنا وعلى لسان مسؤول تركي حكومي رسمي طيب خلينا لحل الكلام نائب وزير التقافة والسياحة التركي ده عم يصر درجان بالراحة كده اولا هل مصر او الشعب المصري عندهم مشكلة مع الاتراك كشعب الاجابة هي لا اطلقا ايه محترم احنا ما عندناش اي ضغرنا ضد الشعب التركي واحنا شايفينه شعب نصاب او عنصري او لكن عادي براحتهم دي طبيعتهم وهم احرار فيها واحنا ما عندناش مشكلة معهم فيها لكن مشكلتنا الرئيسية ما هي مع النظام التركي الارهابي مش مع الشعب التركي خالص فلو حصل تطبيع مستقبلا فعلى المستوى الشعبي اهلا بالاتراك فمصر زيهم زي اي سياح او مستثمرين تانين لكن بالنسبة لحكومتهم حيفضل فيه شك وترقب وعدم ثقة ما بيننا وما بينهم ثانيا هل سردار جام ده اللي هو مسؤول رفيع المستوى بدرجة نائب وزير في حكومة اردوغان هيطلع يقول تصريحات زي دي كده من نفسه عيب عليك عيب عليكو يا جدعان والله ده انتوا ناس قديمة ومدأدئين في مجال السياسة وعارفين ان سردار الطلب منه ان يقول الكلام ده ومش هيقوله غير بتعليمات علشان يوجه رسالة للمصريين ان تركيا مستعدة ترمي الاخوان في اقرب صفيحة زبالة لو كان هو ده السبيل لتطبيع العلاقات ما بين تركيا ومصر ثالثا حضراتكم متخيلين يعني ايه مسؤول رفيع في حكومة اردوغان يقول ان جماعة الاخوان ارحبية وليها علاقات مع داعش ده تصريح خطير جدا كده تركيا بتقول للخرفان وارونا عرض اكتافكم وشفولكم مكان تاني غير تركيا فده يعتبر انتصار عظيم للدولة المصرية والسياسة المصرية ولرئيس عبدالفتاح السيسي ليه؟ ببساطة لان سياسة الرئيس مع حكومة اردوغان خلال السنين اللي فاتت دي كلها كشفت لهم ان ورقة الضغط الوحيدة اللي معاهم وبيستخدموها ضد مصر عمال على بطال الا وهي الاخوان والجماعات الارهابية ما بقاش لها اي فايدة ووجود الاخوان في تركيا حيسبب خسائر مادية وسياسية للدولة التركية نفسها مش لمصر فافضل حل هو ان اردوغان يتخلى تماما عن احلامه باستعادة الخلافة العثمانية الله ليرجعها وينزل على ارض الواقع شوية كده ويلعب سياسة عادية كده زي كل الناس السياسة اللي هي هتوخد وتبادل منافع واتفاقيات تعاون وكده لكن جو الخلافة والدحك ده مش هيجلوا من وغير كل شر واعتقد ان اردوغان وحكومته فهمه ده كويس وفهمه كمان ان اي حد بيقف الاخوان وراه بيقع والدليل ما هتير محمد وعمران الخان فكان لازم اردوغان ينبه الاخوان بصنعة لطافة كده انه هم ما بقاش مرحب بيهم في تركيا فكلفه سردار جام انه يقول التصريحات دي كانوا من جس النبض كمان علشان برضو يقيسوا مدى تقبل المصريين للخطاب الجديد اللي حتتبنى تركيا معهم واحنا بدورنا منتظرين نعرف ايه هي التنزلات اللي حتقدمها تركيا لنا وساعتها اكيد حنفكر في تطبيع العلاقات من عدمه وعلى فكرة سردار جام ده مسؤول حكومي رفيع المستوى بعكس الصحفي الهبيت بتاع الاشعات ايوب صرجان اللي كتب على تويتر بعد مصفحة السيسي واردوران ان عودة العلاقات مع مصر لن تكون على حساب الاخوان اللي عايشين معانا في تركيا بس طبعا في التعليقات الناس روقوا اكل وشو وفكروا بقفل القنوات وطرد المعارضين والتقييد على اليوتيوبرز بمجرد بدء المفاوضات اللي استكشافية وكانت حفل الدحكة على قفاة قلولي في التعليقات ايه رأيكم في تصريحات نائب وزير الثقافة والسياحة التوري وهل فعلا اردوران قرر انه يتخلص من الاخوان ويرميهم في صفيحة الزبالة اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا